دخلت شخصية جديدة السلسلة لزيادة إثارة العلاقة في زهور الدم هل سيتم تضمين شخصية جديدة بين برانا وديكان بعد الدريا؟ لم تستطع دريا الإضرار بأساس هذه العلاقة لكنها لم تستطع لأن برانا لم يشعر بأي شيء تجاه دريا هل هذه الفتاة الجديدة بران صديقته السابقة؟ يأتي الوافد الجديد ما شاء الله ويداه ممتلئتان الحقائب والحقائب على ما يبد هو ضيفنا الدائم لفترة من الوقت عندما تم استدعاء بران ألقى بران نظرة على ديلا هذه النظرة هي مظهر ابتلاع لسانك الصغير عذر المسرح في الزهور اللوحة العائلية الجديدة رائعة يواصل ديلا وبران العمل معا في زهور كان بفضل مسرح جيهان على الرغم من أن ديلا يحاول السماح لنفسه بالتراجع حتى لا يشعر بخيبة أمل في حبه إلا أن باران لا يسمح بذلك حتى عندما يريد جيهان التقاط صورة عائلية لا يشعر ديلا بالدهشة لمعرفة ما إذا كان يجب علي إدخال إطار الصورة تم الثناء على ديلا مرة أخرى لا يهمل ربط كل زوجين برؤية والرجوع إلى الطريقة التي ينظرون بها إلى بعضهم البعض يتعرض ديلا إلى القليل من الخجل مرة أخرى عندما كان كل شيء يسير على ما يرام أظهر الدرية نفسها مرة أخرى يحاول أن يضع كلمات على ديلا الذي حصر في المرحاض فتاة أين أنت أين ديلا لا ينسى كيف طرد من المنزل إنه هنا يقطع فمي في زوايا المرحاض إنه يستغل وريد ديلا في الوقت الحالي تطلق دريا النار من شريان الحياة بينما تكافح بالفعل مع أسئلة حول ما إذا كانت ستدخل الأسرة أم لا ديلا الذي أخذت أحلامه وآماله من ناحية وبران الذي اضطر إلى الزواج لإنهاء الخلاف وإنقاذ شقيقه من هذه الدورة من ناحية أخرى سيكون أمام الجمهور بزهور الدم تعاني عائلات كارابي وبيمير من العديد من الخسائر بسبب الخلاف المستمر منذ سنوات بينما تنجرف هاتان العائلتان من ماردين إلى إسطنبول فإن الأخبار التي ينتظرونها منذ سنوات تأتي إلى قصر كارابي تم العثور على دمائهم سيت لكن بران لا يريد إراقة الدماء ويختار طريق الزواج مع ابنة سيت ديلان على الرغم من شيوخ الأسرة لوقفه من ناحية أخرى يضع ديلان أحلامه جانباً ويوافق على هذا الزواج حتى لا يموت المزيد من الناس لكن هذا الزواج يكاد يكون سجناً لكليهما لم يظهر ديلان وبران على خشبة المسرح في زهور الدم وهذا يحدث كل ما تراكم فيها يتم التعبير عنه على خشبة المسرح هذه المشاهد مثيرة للإعجاب للغاية الاسم الذي يأتي إلى حب آخر هو إفرات فتعبر حقاً عن أنها تحب جيئل هل تعتقد أن فرات يحب حقاً؟ لا يزال ديلان غير مدرك لمشاعره أو لا يريد أن يفهم يخبره القدر أن كل شيء واضح من الطريقة التي ينظر بها إليها بعد هذه المحادثة يحدث المشهد المسرحي بالفعل بدأت شرارات الحب بين بران وديكان في زهور الدم الآن انتقلت ديلان إلى مرحلة الاستيلاء على الرطوبة من كل خطوة بران لا يمكنه التخلي عن مشاعره بهذه السهولة يفسر بران هذا على أنه لا يشعر بأنه ينتمي إلى هذه العائلة أعطى ديلان أخيراً خاتم الهدية الذي تلقاه لكنه غير راض عن موقف بران بنفس الطريقة ديلان فجأة لديه اتساق رسم الراحة لعائلة كارابي يقول إنه لن يأتي إلى هذه اللعبة رداً على خطوة جيهان ديلان محق في الرد لكنه يفعل ذلك في الوقت الخطأ عندما أقول إن بران سيتصرف استجابة للتأثير الآن سنشاهد الكثير من الهروب والمطاردة وسوء الفهم والكثير من المشاهد الثلاثية هذا الأسبوع قادر يفكر بالفعل مثلنا ويذكر أن ديلان هرب من بران ديلان الذي أخذت أحلامه وآماله من ناحية وبران الذي اضطر إلى الزواج لإنهاء الخلاف وإنقاذ شقيقه من هذه الدورة من ناحية أخرى سيكون أمام الجمهور بزهور الدم تعاني عائلات كارابي وبيمير من العديد من الخسائر بسبب الخلاف المستمر منذ سنوات بينما تنجرف هاتان العائلتان من ماردين إلى اسطنبول فإن الأخبار التي ينتظرونها منذ سنوات تأتي إلى قصر كارابي تم العثور على دمائهم سيت لكن بران لا يريد إراقة الدماء ويختار طريق الزواج مع ابنة سيك ديلان على الرغم من شيوخ الأسرة لوقفه من ناحية أخرى يضع ديلان أحلامه جانبا ويوافق على هذا الزواج حتى لا يموت المزيد من الناس لكن هذا الزواج يكاد يكون سجنا لكليهما ديلان الذي أخذت أحلامه وآماله من ناحية وبران الذي اضطر إلى الزواج لإنهاء الخلاف وإنقاذ شقيقه من هذه الدورة من ناحية أخرى سيكون أمام الجمهور بزهور الدم تعاني عائلات كارابي وبيمير من العديد من الخسائر بسبب الخلاف المستمر منذ سنوات بينما تنجرف هاتان العائلتان من ماردين إلى اسطنبول فإن الأخبار التي ينتظرونها منذ سنوات تأتي إلى قصر كارابي تم العثور على دمائهم سيت لكن بران لا يريد إراقة الدماء ويختار طريق الزواج مع ابنة سيك ديلان على الرغم من شيوخ الأسرة لوقفه من ناحية أخرى يضع ديلان أحلامه جانبا ويوافق على هذا الزواج حتى لا يموت المزيد من الناس لكن هذا الزواج يكاد يكون سجنا لكليهما في الزهور أساسه بران وديلان وجود وقت لطيف جدا في مزرع ليس الأمر أننا لا نحسدهم عندما نشاهد بران وديلان تبدو وكأنها حقيقية سازوجين بفضل العامة بيريفان تعتقد العامة بيريفان أن ديلان وبران مجنونان ولديه فكرة لتوحيد الزوجين يسمح للثنائي بأن يكون قريبين من بعضهم البعض بجعلهما يعملان بدون توقف الثنائي هو وجود وقتا طيبا جدا يضع بران شغفا كبيرا على خدي ديلان عندما يفتح ديلان عينيه سيقول مرحبا لحياته الثانية الآن زهور الدم انتهى فيديو معلوماتنا هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات ترجمة نانسي قنقر